استمرارا للمتابعات الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التي تدعم الاقتصاد الوطني قام وفد من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأعضاء من المجلس بزيارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة بأبو رواش وألقى رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم جهود التنمية بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من أربعة ألاف عامل من شباب الخريجين في مختلف التخصصات الفنية ومن جميع محافظات الجمهورية إضافة إلى توفير عشرين ألف فرصة عمل غير مباشر كما قام أعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل شركة النصر للكيمويات الوسيطة وأشاد فيها بدور الشركة في تلبية احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر